اتفاق القرن بين إيران والغرب فشل من جديد رغم سنوات المفاوضات الطويلة ورغم الهالة الإعلامية والسياسية التي مهدت لمحادثات جينيف الأخيرة ولعل مفاعل آراك الواقع وسط إيران قد شكل نقطة الخلاف الفاصلة في المفاوضات مع إصرار الدول الغربية الستة على ضرورة وقف العمل فيه وتحديد عدد أجهزة الطرد المركزية المستخدمة في مفاعل نطانز بحيث يكون التخصيب بنسبة ثلاثة ونصف في المئة بدلا من عشرين وتكون وطيرته أشد بطءا مقابل التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل إيران حكومة وشعبا الفشل خبر لعله أثلج صدور الكثيرين ممن يرون أن المفاوضات تدور حول ملفات المنطقة العربية تحت عنوان الملف النووي الإيراني وأن فشلها يعني أن الأوراق الإيرانية في اليمن والبحرين ولبنان وسوريا ستصبح أكثر ضعفا كما يقول مراقبون لكن هذا الفشل لا يعني أن خطوط التواصل قد انقطعت فحسب المسؤولين من الطرفين فإن جولات أخرى من المفاوضات ستعقد قريبا وإن الأمل ما يزال معقودا على اتفاق يرفع العقوبات الاقتصادية القاسية عن إيران نوويا قالت إيران إنها ستقدم أفكارا جديدة تتضمن بعض التنازلات وهو ما اعتبره الغرب مؤشرا إيجابيا لكن الولايات المتحدة التي دخلت في جينيف مفاوضات مباشرة للمرة الأولى مع إيران طالبت بضمانات إضافية وشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكنها من مراقبة نشاطات إيران النووية وتمنعها من الاقتراب من تصنيع سلاح ذري وهو في الأساس مطلب ناتج عن ضغوطات إسرائيلية ترى في إيران داعما لقوى تعتبرها متطرفة وتريد تدمير دولة إسرائيل ويأتي هذا الفشل ليعزز من نفوذ المتشددين في إيران الرافضين أصلا لمبدأ التفاوض مع الغرب وعلى رأسهم قيادة الحرس الثوري ويأتي ليضعف في المقابل من حظوة التيار الإصلاحي الذي أخذ فرصته في التفاوض ولم يحقق شيئا مما وعد به حتى الآن ولعل فرنسا التي سجلت أعلى درجات الحماسة للتفاوض مع إيران وبشرت باتفاق قريب هي من سارعت على لسان وزير خارجياتها بالأمس للإعلان عن الفشل ترجمة نانسي قنقر